فوز مصر على موريتانيا جماهير مصر وعشاق كرة القدم بتعيش حالة من السعادة من مبارح بعد فوز منتخب مصر لكرة القدم على منتخب موريتانيا بثنائية نظيفة أحرز الهدفين محمود ترزيجي ومحمد صلح منتخبنا مبارح قد المباراة متميزة جدا جدا تحت قيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني المنتخب تفاصيل كتير هنعرفها عن المباراة من ضفنة اللي منورنا النهاردة في ستوديو صباح الخير يا مصر أستاذ عز الكلاوي الناقد الرياضي صباح الخير أستاذ عزيز صباح الفل عليكم صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم وطبعا يعني احنا تبعنا مباراة مباراة قوية جدا الحقيقة وانتهت بفوز منتخبنا الوطني لكن خليفة بداية عرف منك شايف المباراة زي شايف المباراة كانت سهلة كانت صعبة لأنه في بعض الأراء خرجت قارت أنه المنتخب الموريتاني مكانش منتخب سهل وكان منظم بشكل جيد جدا مباراة طبعا في البداية خلينا نقول مبروك لمنتخب مصر ومبروك لمصر كلها مباراة كانت مهمة والفوز كان مهم جدا ثلاث نقط مهمين يكفي ان احنا بنتكلم ان نقدر منتخب مصر يحصل على العلامة الكاملة في أول تلك جولات لأول مرة من 2001 فاحنا بنتكلم في ان ده إنجاز قد يعني وضعنا قدم في خلاص في كاس الأمم وانحنا يعني دوب على مباراة ممكن الجولة الرابعة أمام موريتاني يوم الثلاثة هي التي تحسين تأهلنا بشكل رسمي مباراة كمباراة أكيد منتخب موريتانيا كان منظم دفاعيا جدا عملنا بعض المشاكل ان احنا مقدرناش نختارك دفاعاته في الشوط الأول تحديدا ولكن هو منتخب لا يستهم به هو منتخب منظم ويمكن مباراة كمان العودة يوم الثلاثة هتبقى مباراة قوية بس انا عايز اتكلم على حاجة يعني مهمة جدا وقصارت جدل وحديث كتير الفترة اللي فاتت فكرة اختيارات كابتان حسام حسن لقينا هجوم كتير وبعض الانتقاد بشكل كبير جدا من كل الفئات تقريبا في مصر على اختياراته خلينا نقول ان كده كده ما فيش قايمة هتعلن في العالم كله هترضي كل الأطراف بالزبط وياكفي يعني بنسبة 70% ما فيش جدال على الأسماء اللي في المنتخب يمكن هو بس 30% اللي بتخلي في بعض الأسماء موجودة ممكن ما كانتش تبقى موجودة أو أسماء تم استبعادها وكليها الأحقية ولكن خلينا نقول ان كابتان حسن حسن تواجه أو تلقى بعض الانتقادات القوية جدا نظر ان احنا لعب أو يعني لعب في أساسيات قائمة منتخب مصر يعني يكفي ان انا باستبعد حجازي وباستبعد ان اتنين لعيبة عندهم تاريخ كبير جدا احنا بنتكلم في عشر سنين اتنين لعيبة هم موجودين من أساسيات منتخب مصر فلما يتدخل ويتم استبعادهم فأكيد ده هيصير الشك نفس الكلام لعيبة وراها جماهير سواء عمر جابر اللي بيقدم مستوى كبير جدا ولكن هو ما استدعه مستقف الآخر دي اختياراته وهو المسؤول عنها وده التشكيل الفني اللي اختاره كابتن حسام حسن عايز اسألك بقى مبارح مصر موريتانيا شفت الطريقة اللي لعب بيها كابتن حسام حسن ازاي كان فيه ضغط هجومي اي نعم احنا اتأخرنا شوية في التهديف يعني هدفين تريزيجي ومحمد صلاح جمت اخر شوية لكن كلمنا عن الشكل الفني والاختيارات اللي اختارها كابتن حسام حسن والضغط الهجومي اللي احنا تبعناه من اول دقيقة في المباراة يمكن البداية في التشكيل اه موجود عمر مرموش كراس حربة عايز اقولك لو فنواكشت هتنجح ولكن هي مشكلتها ان هي هنا في مصر فانت اكيد موريتانيا هيدافع فكت انت محتاج المهاجم القوي رقم 9 اللي يبقى موجود اللي هو مصطفى محمد مرموش الشوط التاني لما طلع على الخط احنا ابتدنا نشوف خطورته وبدأ يعمل اكتر من كورة ويشارك فيها ولكن وجوده في مركز تسعة في ظل عدم وجود مساحات اكيد كان عامل ازمة كبيرة جدا في الشوط الاول امبارح كان فيه مشهد متصدر عصبية كابتن حسن حسن برضو في الاول في اخر الناس المشهد اللي كان على الخطه هو عمل بيتنطط ومتعصب ويزع الناس عمالة تقول انت بتلاقي برضو مرتخب موريتانيا ايه العصبية دي ومباراة انت يعني متصدر مجموعتك في التصفيات ولكن زي بقولك ده راجع للضغط الكبير اللي بيتعرض له كابتن حسن حسن يمكن التشكيل كل العناصر مميزة باستثناء احمد عيد اللي موجود في رايت باك يمكن ما عندوش من الخبرة الكافية فكيمكن كان من اقل نقطة ضعف او اقوى نقطة ضعف لنا مبارح في المباراة وجود احمد عيد تشكيل بشكل عام انا شايف حرية جميلة جدا لزيزو شوفنا بيتحرك يمين وبتحرك شمال وبتحرك في قلب الملعب قدر الشوت الاول هو اللي يشكل تقريبا اكتر خطورة لمنتخب مصر باكتر من تزديدة والحارس تقلق وحرم منتخب مصر من التقدم خلينا اقولك برضو في الشوت التاني عرضية زيزو هي اللي كانت مفتاحة الهدف فحالة حب كمان موجودة بين اللعيبة يعني ده كلما لعيب بتلاقي بيش تشجيع حسن في مشهد هو كان مهم جدا امبارح ومصطفى محمد نازل والتيشرت بتاعه كان متطبق لقينا كابتن حسن هو اللي بيفردهولو عشان ينزله فانا هي دي الروح اللي انا بتتكلم عليها طبعا احنا بتتكلم في اسم كبير او كابتن حسن حسن بالنسبة لي يعني نقطة ضعفة احنا احنا متربيين كلنا على كابتن حسن كلاعب وروحه الحماسية بالزبط فكمان علاقة الحب بين اللعيبة كلها هي جاية من عند كابتن حسن حسن بنفسه طيب خليب انا سألك بما انك يعني اتكلمت على كابتن حسن حسن وفعلا احنا شايفين روح مختلفة بالفريق حتى التاكتكس نفسها والتخلينا نقول تناغم بين اللعيبة مختلف شايفين اداء كويس قوي زي ما انت كنت تكلم من 2001 مشوفناش او مكسبناش ثلاث مباريات متتالية فهل انت شايف انه احنا كمنتخب مصر بيفرق معنا فكرة تجربة المدير الفني الوطني يعني انا شايف في مصر الوحيد اللي ينفع يبقى مدير فني منتخب مصر وكابتن حسن حسن بدون نقاش وجدال يكفي لتاريخه واسمه الكبير وجوده في الملعب مع كل النجوم دي وحنا برضو زمان غير دلوقتي زمان اللعيبة برضو كانت كلها معظمها في مصر لعيبة محلية لكن دلوقتي احنا بنتكلم على قاعدة كبيرة جدا من محترفينه عندي محمد صلاح باسمه كبير نجم صاعد زي مرموش وجود كابتن حسن حسن في الملعب لا انا تاريخ انا من اهم مهاجمين القر قبل ما بقى المدير الفني فكده كده ليه احترامه قبل اي حاجة من اي لعب يعني انبارح ممكن في تصريحاته انا شايف هي مش موفقة شوية بس هو رد على وتكلم على الناس اللي بتقارن بينه ابن صلاح كابتن حسن حسن قيمة كبيرة جدا في تاريخ افريقيا كلها مش في مصر وطبعا نفس الكلام محمد صلاح في العالم كله هو قيمة كبيرة هي لا ما ينفعش بقى في مقارنة يعني انا بقول ان هي تصريحات غير موفقة ليه انت ما تتطرقش هي بعيدا عن التصريحات برضو يا استاذ عيز انا بتكلم على فكرة تعامل المدير الفني الوطني او المصري انه هو اللي بيدير المنتخب او هو القائم على ادارة المنتخب احنا تجربتنا مع زي حسن شحيتك بالضبط احنا بالنسبة لنا دايما بنشوف نتائج مختلفة لما يكون مدير الفني مصري انا طبيعي لان هقولك حاجة احنا بديتكلم مع كابتن الجهري وكاس الامم ومن قابله كاس العالم كمان لما روحنا في التسعين مع كابتن الجهري ونفس الكلام مع كابتن حسن شحيتك والثلاثية التاريخية والان هو دلوقتي بنشوف كابتن حسام حسن وتفوقه احنا مدرب المصري هو عارف اللعيب يا كويس قوي عارف ان في الحالة النفسية بتاعت اللعيب قادر يلعب على مشاعرهم وقادر يحمسهم ويطلع منهم الاقصى حاجة يقدروا يقدموها المدير الفني الاجنابي هو بالنسبة له واحد زاد واحد يساوي اتنين لكن الكرة لا فيها ابعض من كده بكتير وزي ما نقول كده عارف النفسية وحافظ اللعيب وحافظ كل اللعيب ازاي نفسيته وازاي يشجع الفريق كله طيب نشوف ان برح تبدلات كابتن حسام حسن ده اثر كتير شفت تغييرات كابتن حسام حسن برح ازاي هو طبيعي التغيير الاولاني ان لازم كان ينزل مصطفى محمد ده ما كانش فيه اي نقاش كله كان بستني المهاجم اللي يقدر يعمل لنا حلول هجومية في ظل التكتل الكبير اللي موجود وحنا اتأخرنا كمان في التهديف يعني الهدف جي متأخر بالزبط وده برضو يأكد ليه كان كابتن حسام متعصب جدا لان زي ما بقولك كان فيه جوم كبير والجوم بيتأخر فالضغط عمال بيزيد ولكن وجود مصطفى محمد زي ما قلت لك ما بفوش نقاش ولكن هي ممكن فكرة بعد اصابة عبد المنعم انا طلع مدافع مهم جدا وانزل حمد فتحي مكانه وانزل المهاجم والعب بخمسة يعتبروا المهاجمين سواء تريزيجي صلاح مصطفى محمد ومرموش وكمان احمد زيزو كان معاهم هو انت خلاص نزلت بالقوة ضربة انت لازم تسجل عجبني جدا في تغييراته بقى كانت تأخرى شوية بقى اللي هي التغييرات السلاسي اللي هو نزول ابراهيم عادل لا انا كان نفسي تبقى بدري شوية عجبني انه شارك اشرك اكتر من اللعيب من المنتخب الاولمبي المحمود صابر في الاول لما نزل وبعدها ابراهيم عادل ده جميل جدا ان انت بتحط اللعيبة خلاص بتحط رجلها في الملعب وان هيبقى لها دور كمان هم دول المستقبل بعدين اللعيبة دي كلها لسه نخلاصة مع منتخب الاولمبي احنا بنتكام في 23 و 24 سنة وكعادة ان ال 23 في مصر ده لعيب لسه ناشئ او لسه لعيب الاولمبي لكن برا ما فيش الكلام ده فهو ده اللي انت محتاجه وان هم يشاركوا تغييرات موفقة يمكن زيزو بان عليه شوية الزعل وهو خارج لان هي خلاص فتحت شفناها على ملامح وكده هو طلب البعض اصدية فتحت وقتا ما تفتح اخرج انا عارف الهات منتخب بعد الجن الاولاني والعشر ده اللي غات ما جبنا الجن التاني انا عايز اقولك ان كل هجمة مورتاني كاتخطر لمنتخب مصر وقدرنا نبقى متوجدين حتى بعد ما سجلنا الهدف التاني كنا نقدر نسجل 3 و 4 يمكن بس هو ان المنتخب المورتاني ندفع وضيع اكتر من فرصة انا عايز اشيد بالعيب دوره مهم جدا 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 ومعرفش ما اعتقدش ان السور هتبقى جهزة معنا هو رامي ربيعة بيقدم اداء اكثر من رائع سواء مع الاهلي او مع المنتخب عايز اقولك اه حالة الفنية كلها اللي عيبت الاهلي في السوبر ما كانتش احسن حاجة الافريكي ولكن رامي ربيعة اداء كان بطولي وخطة سبتة نفس الكلام مبارح احنا ما حسناش بخطورة من منتخب مورتاني اممكن الا في اللحظات الاخيرة بيلاقي ان رامي ربيعة مع كل كرة ويعني كرتين انفراض تام هو قدر هو اللي ينقذهم بيعمل تاكل ويقطع ويضيع خطورة منتخب مورتاني عايز اقولك ان كرت الهدف هو اشترك مع المدافع عشان كده الكرة نزلت خبطت ورجعت لتريس جي ربيعة في كل حتة في الملعب اللي بيقدموا اداء اسطوري واعجازي ويعني يا رب في تقدم كمان وكمان يعني افهم انك انت شايف ان رامي ربيعة هو افضل لاع في مبارات مبارح ولا عندك رأيتين هو من افضل اللعيبة احنا الجيم مبارح كان هجومي لنا اكتر المدافعين ما تعرضوش لاختبارات كتير ولكن في خط الدفاع هو رامي ربيعة في حاجة اسمها من افضل ماتش او رجل المباراة ممكن مناصفة ربيعة وتريس جي مروان عطيه شفتو ازاي مروان واخد ادوار من كابتن حسام مختلفة كتير عن الادوار اللي بيعملها مع الاهلي هو دايما موجود في نص الملعب ولكن دايما بيميل ناحية اليمين عشان يدي مساحة للظاهير انه يتقدم ونفس الكلام يغطي ورا صلاح لان تعرف صلاح دايما دفاعيا مش افضل حاجة فدايما مروان عطيه احنا بنشوفه مائل للحتة دي على فكرة مش مباراة دي مباراة بس لا كل مباراة منتقب مع حسام حسن هو دايما دوره ان انا لم بالحتة دي ان انا ما يحصلش خطورة من الجابهة دي فيمكن احنا بنشوفه على مر الملعب وعلى مدار بقية الملعب هو مش متواجد بشكل كبير ولكن هو دوره مهم جدا وتكتيكي جدا 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 ومن اهم اسلحة حسام حسن الدفاعي حرصت المار ما تشوفتها ازاي مباراة برضو الشناوي متعرضش اللي اختبارات كتير ولكن يمكن الكورة او كورتين اللي احنا اللي كانوا اعين في اللا اه بالضبط لا اتعامل معهم كويس جدا جدا في كورة تحسوا برضو خات خطوتين زيادة على لزوم متحرك زيادة على بدري او يعني كانش في محله ولكن محمد الشناوي هي قيمة كبيرة وحرس منتخب مصر طيب زي ما سألتك كده على افضل لعب خانيني اسألك على اللعب اللي خانيني نقول انه مكانش في الفورما قوي مبارا هو احمد عيد احمد عيد هي الفكرة كلها انه هو خايف وهاية بالموقف احنا بنتكلم في ان العيب بيلعب زهير وكابتن حسام حسن على فكرة عايز اقولك بيدي مهام كبيرة جدا للباكات ودايما بيخلي الباكات تطلع وده اللي شوفنا في الهدف التاني محمد حمدي بيصنع وشوفنا في الشوت الاول اكتر من كرة كانوا تسلل ان زيزو بيرفع ومحمد حمدي جوة 18 بيلعب الكرة فهو بيديهم مهام هجومية كبيرة احمد عيد ما كانش قادر يعمل اي دور هجومي دايما عايز يلعب السهل والمضمون فبيخاف يكمل على الخط فبيرجع تاني ويعطل الهجم بفوز امبارح تسع نقط العلامة الكاملة انجاز كبير الماتش اللي جاي ان شاء الله في نواكشوت العاصمة الموريتانية يوم 15 اكتوبر التلاتة اللي جاي استعدادتنا للماتش ده واحنا هنلعب على ارضهم في كلام انه الملعب هناك نجيلة مش عارف نجيلة صناعية او غيره شايف ازاي حسام حسن هيلعب الماتش اللي جاي انا شايف ببساطة ان احنا هنعمل الماتش احسن وافضل هناك افضل هناك اه بالزبط ولو بدأنا بالتشكيل اللي بدأنا به هنا هنقدم اداء كبير جدا هنلاقي المساحات اللي احنا بندور عليها ممكن يحصل تغييرات او حاجة ولا انت شايف انه نفس السيناريو بتاع ماتش المبارح هيبق هناك في نواكشوت هو اصلا دلوقتي فيه كلام هل صلاح ومرموش هيبقوا متواجدين مع المنتخب عشان نجيله وكلام والغاية دلوقتي من المنتخب ما صدرش اي حاجة ولكن لسه علامات الاستفام هل هيبقوا موجودين ولا لا انا افضل افضل لا يتنزل بالتشكيل الاساسي وافضل كمان تشكيل مباراة الزهاب اللي كانت هنا وده هيديك افضلية كبيرة جدا في المساحات لان انتخط الهجومي كله بتاعك هيبقى سرعات ومرموش بيحب الحتة دي وشوفناه في بايرن وغيره مع انتراكت فرانكفورت ممكن التغيير الوحيد عبد المنعم الحمد لله طمننا عليه ودكتور ابو العيلة قال هي كادمة بسيطة في العضلة الامرية هل شارك ان شاء الله وان شاء الله هيبقى متواجد في الملعب افضل ان احنا ممكن نشوف حل لوجود احمد عيد لان مع الضغط الهجومي اللي هيقدمه منتخب موريتانيا ممكن يعاني شوي عز الكلاوي الناقد الرياضي شكرا على التحليل الوافي اللي ماتش مصر وموريتانيا نورتانا وشرفتانا ربنا خليك شكرا شكرا لحضرتك